مجز لأهم الأنباء من حلب اليوم أهلا بكم عقدت في العاصمة البريطانية لندن قمة ربعية حول سوريا جمعت زعماء تركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا واستغرقت نحو خمسين دقيقة واتفق الزعماء على ضرورة وقف جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين في سوريا بما في ذلك في إدلب وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان إنهم سيعملون على تهيئة ظروف لعودة اللاجئين الطوعية والمستدامة وعلى ضرورة مكافحة الإرهاب بكل أشكاله اتهم رئيس منصة موسكو قدري جميل وفدي المعارضة ونظام بإفشال إنعقاد الجولة الثانية من اجتماع اللجنة الدستورية وقال جميل في مؤتمر صحفي في موسكو إن الوفدين أظهر سلوكا غير مسؤول خلال الجولة الثانية معتبرا أن منصة موسكو تؤيد وحل حالة الأمور في مباحثات اللجنة الدستورية خطوة خطوة على حد وصفه وتلت تصريحات جميل إصدار منصة موسكو بيانا حول اعتبار الحل السياسي هو الترياق الوحيد قال تيد شبان مدير منظمة الأمم المتحدة لطفولة اليونسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن قتل القصف على تل رفعة شمال حلب جميعهم من الأطفال دون سن الخامسة عشر وأشار شبان إلى أنه من هذه الهجمات يصل عدد الأطفال القتلى في شمال سوريا إلى 34 على الأقل خلال الأربع أسابيع الماضية وكان المتحدث باسم الجيش الوطني السوري الرائد يوسف حمود نفى لحلب اليوم الاتهامات الموجهة لهم من قبل نظام الأسد حول استهداف أي موقع مدني في تل رفعة أو القرى المحيطة بها اغتال مجهولون مهند علي وسوف مدير ناحية بلدة سلحب التابعة للنظام في ريف حماء الغربي وذلك بمهاجمته مبنى الناحية بالرصاص الحي ووصفت صفحة أخبار مصياف الموالية على فيسبوك بأن من اغتالوا وسوف هم مجموعة من الخارجين عن القانون كما نشرت صورا قالت انها من تشيعه من مشفى السقلبية الوطنية الى قبره في قرية عبورة بريف مدينة مصياف غربي حماء افاد مراسل حلب اليوم باستمرار انقطاع المياه عن حي سقوبين في مدينة الاذقية الخضيعة لسيطرة النظام لليوم الثالث على التوالي ونقل مراسلنا عن مصدر خاص قوله ان اهالي الحي يعانون من انقطاع المياه عن منازلهم ما دفع البعض الى شراء المياه المعدنية كمحاولة لتوفير احتياجاتهم مضيفا ان انقطاع المياه عن الحي جاء بالتزامن مع ارتفاع الاسعار لاسيما مادة المحروقات والمواد الغذائية اضافة الى قيام اصحاب المكاتب العقارية برفع ايجارات المنازل بحجة ارتفاع الدولار تتابعون بعد قليل برنامج عليكم العافية نهاية المجز الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة